بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي بناتي خاوتي أخواتتي المقبلين على شهدة البكالوريا شعب أدبية أدب ولغات وأداب وفلسفة حيث اليوم جينا بالمراجعة النهائية في محور مهم اللي هو محور الموافقات اللي كل عام جينا عليه تمرين عليه ستنقط فالول خاوتي أخواتتي أولادي بناتي جبدونا الألى الحاسيبة ألى الحاسيبة لأن هذا الأمر يحتاج إلى الحساب إذن حيث قال ليكن A وB عددين طبيعيين حيث أعطينا A يساوينا 1926 وB يساوينا 1715 قال عين باقي القسم الإقليدية لكل من العددين A وB على العدد 13 قال بين أن B وفقنا ناقص 1 ترديد 13 قال أن B استنتج أن A قوى 2022 زيد B قوى 1443 وفقنا صفر بترديد 13 ثم تحقق أن العدد A قوى 2022 ناقص بقوى 1443 لا يقبل القسمة على 13 قال ثالثا نضع من أجل كل عدد طبيعي أن أن A يساوينا 40 أس آن زائد واحد السؤال تحقق أن 40 يوافقنا 1 بترديد 13 ثم استنتج أن A يوافقنا 2 بترديد 13 وهذا A ثم عين باقي A أس أربعة على ماذا؟ على 13 باقي العين الأعداد الطبيعي أن حتى يكون A N زايد N زايد 11 وفقنا نصير بترديد 13 مثلا هذا التمرين كل عام يأتينا تمرين كما هو بنفس الأفكار ربما الأعداد تتبدل من سنة إلى أختها فقط إذن ننطلقو تعيين واحد تعيين باقي القسمة الإقليدية لكل من A وB علاما على 13 ونتعلم من سطر هكذا شوفوا جماعة هنا ما نخاف ما أولو نحكم واش نجي أولا إلى A نحكم الآلة الحاسبة التاعي ونقول ماذا؟ 1926 تقسيم 13 ندير تساوي هيا دي جلولة أعطت لي أجمع الفرقيلة أعطت لي الفاصيلة الجيست أعطت لي الفاصيلة عرب اللي كين باقي لو ما أعطت ليش الفاصيلة أعطت لي القسمة تامة نعرب اللي باقي مباشرة صفر مباشرة صفر لاحظوا معي أمليح هنا رأي أعطت لنا 2025.07 وإعداد طوال بزاف هنا إما كينا عنا زوج طرق إما وش ندير شوفوا معايا نكتب هكذا في الآلة الحاسبة نكتب 1926 ناقص 13 نفتح القوس شوفوا معايا 13 نفتح قوس قلت ناقص نفتح قوس 13 في ندي العدد اللي قبل الفاصيلة اللي هو 225 وندير تسوي بالآلة الحاسبة مباشرة راح تعطي ليش عالة الولاد راح تعطي لي واحد وإلا كينج مع واحدة آخرين يقول لك أستاذا أنا شت بعض الفيديوهات عندك وإلا عند أستاذ الوحدة آخرين يقولون أنه دوزوج أرقام ورى الفاصيل يعني 0.07 في ثلاثة عشر أعطيتنا 0.91 نقربوا ها دايما للفوق شحال تعطي لكم تعطينا واحد لكن الأفضل طريقة اللي تعطيك النتيجة مباشرة هي هذه إذن كيفاش نروح ندير نقسم هذا أعلاما على 13 ومبعد يكينا نشوف نركزوا معايا ندير هذا العدد اللي هو 1926 ناقص ونفتح قوس هيك الآلة الحاسبة فيها الأقواص ونكتب 13 في ندير العدد الصحيح عن اللي جاي قبل الفاصيلة ماشي بعد الفاصيلة ونغلق القوس تعطينا النتيجة مباشرة الباقي التعيي خرج مباشرة مبذرت ما يخرجي 0.91 ولا لا خرج لي واحد إذن أولا نقول إذن نصب حدتنا آه توافقنا واحد بترديد ثلاثة عشر لكن هنا أجب عاركم ما زال ما مدتوش كلمة الباقي لما يذكر كلمة باقي لازم تكتبها لك كلمة لغوية أما هذه قادر ما هوش ما هو باقي قادر تكون هنا مكتوبة ناقص واحد هذا لا يعني أنه باقي إذن نكتب هنا باقي آ علاما على ثلاثة عشر هو واحد يعني نحوسوا كيف تكون الإجابة النموذجية نجو بعدها إلى نفس السيناريو اللي هو ألف وسبعمائة ألف وسبعمائة وخمسة عشر تقسيم ثلاثة عشر تساوينا أعطيتنا مية ووثلاثين فاصل ثلاثين وكين أعداد نخدم نفس القاعدة ألف وسبعمائة وخمسة عشر وجربوها معايا ناقص قلنا نكتب ثلاثة عشر في في ماذا؟ في مئة وواحد وثلاثون هيا جربوها تشوفوا جربوها تشوفوا لدي شعال تسيبو هيا جربوها جربيها أنت جربها أنت أجبت ألا حسي بخدم معايا في حال تعطيلك تعطينا إثنى عشر اسم الباقي شعال الباقرة إثنى عشر ولا وحد آخر يقول لك كون ندي بالفاصل الأفضل هي هذه الطريقة نديها سفر فاصل أثنين وتسعين في ثلاثة عشر راهي إعطاتي 11.96 سمى شعال اثنى عشر هاي لكم لكن هذه الطريقة اللي يسميد لكم الباقي مضبوط مباشرة سمى يقول لنا هذا ب يوفق أن شعال إثنى عشر بترديد ثلاثة عشر باقي ب على ماذا على ثلاثة عشر أكيد باقي القسمة إقليدية هو شعال هو إثنى عشر ومن الشروط بها نوسيكم من شروط الباقي لازم يكون عدد أصغر ما الترديد هذا أصغر تماما يعني الأعداد اللي يمكن تقدي تكون باقي بتاع 13 هي من صفر لحتى الثلاثة عشر هذا هو كلمة باقي يعني حاجة باقي باقي أسفل من القسم باش تتعلموا الأفكار هذو خاصة جماعة دولي ليبر لي مع لابرش بهذا المحور واش فيه صاح كملنا مع هذه بعدها قال لي خلاص كملنا أعطاني هنا مثلا ناقص 1700 شوفوا معي مليحة ناقص 1000 ناقص 1715 شوفوا كيف شندي الأمر بسيط جدا ننسى كلمة ناقص ننساها شوفوا معي كيف ننساها قال ننسا كلمة ناقص ما شرح يهمني شوفوا نخدم نخدم فيلافة راح تسيب 12 عرشية في الأصل تعطيك ناقص 12 لأنه راك ناسي ناقص توليك هنا زايد تعطيك المهم ناقص باش نتعلموا الفكرة إذا تعطيك النتيجة بالناقص لما تحطها هنا ما تقدرش تقول ناقص ثمها عشنا نوصيكم مليح إلا كان العدد عطاوها يكون سالب خدموا هكذا كما راكم تشوفوا خدموا على أساس مكش ناقص النتيجة اللي اعطيتها لك واش دلها زيد لها ناقص كي زيد لها ناقص راح أشعال تخرج لك تبعوا معي مليح نظن راكم فهمتوا يعني يقول تنزيد لها الترديد ندو مثال صغيرة ندو مثال نعطونا العدد هذا ناقص خمسة وعشرين يقول لي شعال يوفق بترديد ثلاثة شو نوصي لدي مليح ركزوا معي بالعقل ننسي كل ما تناقص ونبدأ نقول خمسة وعشرون نقسموها على ما خمسة وعشرين نقسموها على ثلاثة راح نسيبو شعال نسيبو ثمانية فاصل نسيبو شعال ثمانية فاصل نكتب هكذا خمسة وعشرون ناقص ثلاثة في ثمانية شعال راح تعطينا تعطينا واحد ركزوا معي الآن بعدها هنا بما أنا راح نتعامل مع الناقص صباح لكم هنا ناقص وهنا زيد وهنا ناقص ما معنى هذا كل يقعنا نضربه في ناقص ركزوا معي بعد العدد هذا هو اللي نجيبوه نحطوه هنا شوفوا معي مليح راني نعاود نقول اللي اعطينا الأعدد السليبة كيف نتعامل معها لا اعطينا عدد سالب أن الباقي من الشرط بتاعه ما يكونش عدد سالب لازم يكون عدد موجب شوفوا معي ناقص خمسة وعشرين درت هنا ناقص وهنا ناقص وهنا ناقص العدد اللي اعطاه اللي نحطه هنا لكن هذا ما هو ش باقي شا نزيد له نزيد له الترديد تولي ناقص خمسة وعشرين يوافقنا ثلاثة ناقص واحد هي اثنين بترديد ثلاثة يعني هنا واش نكتب له نكتب له الباقي هو اثنان لأن من الشروط بتاع الباقي ما فيه فرقيلة ما فيه ناقص يعني نعاود نقول من شروط بتاع الباقي مكن ناقص مكن فرقيلة سما لو كان يكون العدد التاعي يعطيه لي سالب هذه هي الخطة الخطة نخدمه على أساس أنه ما فيه شجاع ناقص بعد ندير هنا ناقص نضرب هنا في ناقص وهنا فيه ناقص وهنا فيه ناقص هذا العدد لقيته ناقص نحطه هنا ومن بعد نزيد له الترديد واش هو الترديد نزيده لثلاثة عشر ثلاثة عشر مع ناقص ثلاثة عشر تعطي لي واحد باش تكون الفكرة يعني الفكرة الباقي يخرج واحد وينتا إذا أعطاولي العدد سالب راني نكرر ونعاود 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 أما إذا أعطاولي العدد موجب خلاص الأمر هو واضح ووضح الشمس هذه يعني شرحت لكم بها ما تغلطوش فيها لأننا رام مرات يمدوا الأعداد هذا أعداد مش طبيعية أعداد صحيح يعني فيها السالب الخطة راني وريت لكم وجربوها عاودوا وجربوها وحدكم مع ناقص خمسة وعشرين نحكمي الآلة الحاسيبة وجربه كيف أبوت لك بها هي لجهت لك في الباك ما تنخلعش وتقول لعدد ذا سالب كيفاش نتعامل معه خلاص صحيتو بعدها لما الولاد راني شرحنا كيكون العدد موجب وزيت وريت لكم كيكون العدد سالب ما كان حتى مشكين نخدمه موجب ونضرب كلش فيه ناقص العدد ذا كيخرج هنا بالسالب ونحطه هنا ونزل له الترديد غير نزل له الترديد يعود عدد موجب هذاك هو الباقي التاك انتهت القصة بعدها قال لي بين النبي وفقنا ناقص واحد بترديد 13 قال برهان أن بي يوافقنا ناقص واحد بترديد 13 نحن نجمع ما خاف ما ولوره أمر بسيط جدا شوفوا معي يشتا عندي عندي بي يوافقنا واش اي 12 بترديد 13 ها هي وين بعدها واش نروح ندير نوضيف غير ننقص الترديد لأن العدد التاعي شوفوا معي مليح عدد التاعي رها موجب برجع وسالب ما نقص نضرب في النقص واش ندير ننقص الترديد عندنا الحق النقص الترديد عادي ما رح يصرح حتى مشكلة إضافة ترديد ولا إنقص ترديد لذي الموافقات ما يدير حتى حاجة بي يوافقنا الحسب وضرك هذي بالآلة حاسبة بالآلة الحاسبة ما تتعمع ولوه هاي يجب دي الآلة الحاسبة وحسبي يجب دي الآلة الحاسبة قدامي باش نشوفوا لك تتعامل معي مليح مليح تخدم معي نقص للترديد تعطينا ناقص واحد بترديد ثلاثة عشر وهو الجواب نكتبله هنا ومنه بي يوافق ناقص واحد بترديد ثلاثة عشر حاجة بسيطة جدا خلاص إذن كيفاش نخدمه هاهو البتاعي نقص للترديد خرج ناقص واحد انتهت القصة وهاذو كيفاش يسمونه يسمونه أعداد المترادفة ما معنى مترادفة شوفوا 12-13 بين 12-13 8-9-10-11 دايما بنتهم العدد واحد ونقص واحد هاوليكم صحة نزيدوا الآن نتقدمه إذن خلاص رأنا تعلمنا هنا يابلين نقص الترديد نطيحه في نفس العدد تعنا نقص واحد استنتج أن استنتاج أن ماذا أن قوة 2022 إن شاء الله تنجح فيها كامل زائد بي قوة 1443 يوافقنا صفر بترديد 13 السؤال واش هو استنتج مش برهن لما نسمع كلمة استنتج الجواب دايما راح فيلي قبل راح فيلي قبل وديركت شوفوا معاي استنتج راح هنا الجواب عافي بيين صح واش عندنا احنا عنا بلي آ لدينا آ شعر لي وفق هاو بتدامكم واحد بيدا رتيد ثلاثة عشر ومنه ندخل عليه الآ الواحد اي عدد ندخله للا الواحد ندخل القواما والقواما ومنه صبح لي A قوة 1022 يوفق لنا 1S 1022 بترديد 13 ونوصيكم ما تنسوا ليش الأقواص ما تنسوا ليش الأقواص خاصة في الأعداد تسالي بيصرها مشكلة صاحا يقول لك الواحد كيدلوا أي قوة الواحد 1S مليار 1S1 1S0 1S كذا يبقى دايما 1 تسمى قالي A يوفق لنا قوة 1022 يوفق لنا 1 بترديد 13 هذه الخاصية موجودة غير عند الواحد برك 1 كيدل له أي قوة يقعد 1 نجو الآن إلى نفس السيناريو للبي تخذ مبار 12 بس كما تستفادوا منه وشوفوا استنتج قلت لكم الجواب رهنة الجواب ها هو نورا لدينا أنه لدينا بي يوافق ناقص 1 بترديد 13 ترديد وش 13 آه ذوك ومنه صبح لي بي قوة 1443 يوافق أنه ناقص 1 وما ننساش الأقواص اللي ينسى الأقواص كتبتها وغالطة قوة 1443 بترديد 13 من خواص الموافقات أنه اللي زيدها هنا زيدها تضرب من؟ أضرب من؟ دير القوة هنا دير القوة هنا تنقص من؟ نقص من؟ خواص خواص هذا إلا إلا نقص الترديد ما راح يسرح ته مشكلة صحة السمعوا وحدة الخاصية السمعوها معي أمليحة ها سمعيها أسمع معي شوف الواحد قلنا نحن ندلولو أي قوة يبقى واحد ندلولو when ندلولو car ندلولو alpha ما يهمش الواحد يبقى واحد الناقص واحد لا لا شوفوا معي أمليح الناقص واحد يمدلكون زوج نتائج إلا كان العدد اللي موجود في الأس فرضي يخرج ناقص واحد وإلا كان العدد اللي موجود في الأس زوجي يخرج واحد صح؟ ذا شكون؟ غير ناقص واحد ما قلت لا ناقص اثنين ولا نقص مليار ولا حتى عدد العدد يكون نقص واحد سمع معين بي وينتا نعرف الأستاذ العدد الزوجين والفردي نشوف الذي العدد هنا تعلقها القيناه فردي الواحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة هذا إلي القينا في ذي بلاسة هنا عدد فردي يخرج دي لك هذا نقص واحد وإلي القيناه العدد اللي موجود هنا هو الصيفر زوج ربعة ستة ثمانية يقول لي هذا العدد زوجي هذا يديرك تعطيكم واحد فردي نقص واحد زوجي واحد امتinek بما أن هذا العدد عدد فردي شيخ نورى دي نقولنا هذا العدد درك زوجي ولا فردي هذا زوجي هذا فردي شوفوا العدد الفردي وشنه هو هو زوجي زائد واحد أو زوجي زائد ثلاثة العدد الفردي هو كل عدد زوجي ونزيد له عدد فردي بتشفى وش رمي نقول ربعة آن هذا زوجي ستة آن زوجي صحة أستاذ ثلاثة آن ثلاثة آن ما نعرف أنه لا زوجي لا فردي هذا ما نشعر في أنه لا زوج ولا فردي لما نتخلط لكم شجمع صحة واش تصبحنا شوفوا معي يمليح قلنا هذا القوة بما أنها قوة زوجي فردي يصبح لي بي بس ألف وربعمية وثلاثة وربعين هو يفق أنها ناقص واحد بترديد عفوا بترديد ثلاثة عشر قلت شعال ناقص واحد بترديد ثلاثة عشر أهلها الشيخ لأن العدد هذا عدد فردي مع النقص واحد تفهمنا بل يعطينا ناقص واحد لو كان جات ألف وربعمية وربع وربعين يخرجنا هنا واحد آه ذركوا واحد تشوفوا رانا ما زلنا هنا تصبح لي واش ومن هواش تصبح لي A قوة ألفين وثنين وعشرين زايد B قوة ألف وربعمية لاثة وربعين أي واثق شوفوا الأول شوفوا شعال جاب والثاني شوفوا شعال جاب شوفوا قدامكم الأول جاب واحد الدوزيام ناقص واحد واحد ناقص واحد صيف هاي ليكم ها صيف خلاص على بل أنت كايلي راي في عمرها ربعين سنو راي فهم متاهي فهم كايلي باباكم رايك بد خمسين سنو يقول لك ولا غير فهمتش تكون تدير هاس ما انتي لك مولة 18 سنو ما فهمتش ما كي تركزي برك ركزي معي تعلمي بها تدير إن شاء الله نقطة 6 على ستفت مري صاح نجو الآن إلى الذي بعده تحقق أن العدد تحقق أن العدد هذا لا يقبل القسمة مش يقبل القسمة صاح كمنا مع هذو خلاص الذكروا اشتخدمنا وما التحاولوا ما تنساوش أن هذو متقريب التمانين ليرام يجونا كل عام إذن الذكروا باللي القينا واش القينا باللي A يوافق 1 بتردي 13 B يوافق نا 12 بتردي 13 وعن كذلك B يوافق ناقص 1 بتردي 13 كالي يقول لي من جبت هذي هاهي ورا باقي التع هذا القيناة 1 واذا التع القيناة 12 التع هذا القيناة 12 التحقق أن التحقق أن العدد شو هو العدد A قوة 2022 ناقص B قوة 1443 لا يقبل القسمة على من على 13 هذه القسمة الإقليدية أكيد شوف هنا معي أتبع حاجة بسيطة نروح وشي ندير نفس السيناريو كل شيء مكتوب A قوة قوة 1022 ناقص B قوة 1443 يوافق الآن هاهوين قلنا كينديروا له أي قوة الواحد يبقى واحد ناقص B أروحوا معي أمليه B كنا حاسبينها B قوة 1443 لقناها ناقص وهد تردي 13 أعلى لأننا قلنا يا أستاذ كينديروا هنا قوة فرضية تخرج ناقص واحد شوفوا ناقص وهذا ستجيب معه ناقص شوفوا معي أمليه هذا جيب واحد وهذا جيب ناقص واحد وبيناتهم ناقص الناقص فالناقص تديروا بالأهل الحسيبة الأهل الحسيبة شحال تعطيكم تعطينا 2 بتردي 13 آه باهي يكون عدد يقبل القسم على عدد تسمع أمليح لازم الباقي شعال يكون كون صفر كما هنا مثلا هذا العدد يقبل القسم على 13 أما لما نصيبوا الباقي ما هو الصفر لا يقبل القسم نقول ومنه الباقي 2 وهو غير معدوم الباقي لازم يكون معدوم باهي كون الباقي كي يكون يساوي صفر بعدك الحق تقول يقبل القسم إذن الباقي 2 إذن وهو غير معدوم أي لا يقبل القسمة على ماذا على 13 من شروط عدد ما يقبلش القسمة الباقي ما نصيبوش صفر كي تحسب بالأهل حسيبة العدد التاعك هذا ما يساوي صفر بما أن ما يساوي صفر ما يقبلش القسمة خلاص وهو ما زال صغير على 13 صح خلاص تعلمنا باللي ما يقبلش القسمة لأن الباقي حسبناها 2 و 2 لا يساوي 0 صحة نجو الآن نضع من أجل كل عدد طبيعي أن أن يساوي أنه 40 يساوي أنه 40 ألف ألف التحقق أنه التحقق أنه ماذا؟ أنه 40 يوافق أنه 1 بالترديد 13 أروح واجمع الآلة الحاسيبة هي تخدم هذا الخدمة ها 40 تقسيم 13 شوفوا شعر عطتنا 3.07 يعني 40 ناقص 3 في 13 شعر تعطيكم شوفوا هم ليه؟ جربوا هذا وقدامكم بنصيبوا الباقي شعر شعر نصيبه؟ نصيبه 1 كما درنا قبيلة 40 تقسيم 13 كان حسبوه نقوله 40 ناقص 3 في 13 ولا 13 في 3 تعطينا شعر شوفوا معي عطتنا 1 أي رجعوا هذا من نصيبه أنه 40 تساوي 3 في 13 زائد 1 هذا هو التحقق فقط التحقق يعني كنا قسمه 40 على 13 نسيبه الناتجة 3 والباقي 1 هذا الباقي هو اللي نحطوه هنا هذا ممكن ومنه 40 يوافقنا 1 بالترضي 13 قلنا ناستاذ وش نكتبه في رقع إجابة هكذا تكتب له تكتب له كي مارا كتب ما تقوله شو منه ها تكتب له 40 ناقص كذا تساوي ومنه 40 يساوي النادي أي لما نحوله هذا المساوات إلى موافقة وش يعني يعني كنا قسمه 40 على 13 الباقي شعر 1 هذا الواحد هو اللي نحطه هنا فقط بعدها قال لي ثم استنتج أن استنتاج أن آ آ يوافقنا 2 بترديد 13 ركزتش في الشاطرين ها ركزتش باتتعلموا معي صاح أنجو وش عندنا عندنا آ آ يساوي شوفوش يساوي يساوي النا 40 قوة آ زايد 1 آ ركزتش معي ومنه آ آ يواثق شوفو وجمه أغير باللاتي ينزل 40 شعر باقي التاح 1 حتى ولو نجي شوفو معي مليه 40 يوافق 1 بترديد 13 وره الكلام هذا أستاذ ها هو لو ندير هنا قوة آ وندير هنا قوة آ صبح لي 40 آ يوافق تفهمنا تفهمنا بالليل الواحد ندروله أي قوة شعر يبقى يبقى واحد والا هاكم فهمتوها ندركوا خلاص جيبوا لي الباقي هذا حطوا هنا يوليكم هاكا آ آ آ يوافق ابقوا معي مليه 40 شعر توافق قوة آ توافق واحد تولي لي واحد أقرأ زايد واحد بترديد 13 ما فهمتش أستاذ هذه نحيها وعوض الباقي التاح وزيد لها واحد شعر ترجع ترجع لنا آ آ يوافق لنا اثنين بترديد 13 وهو الجواب ما درت ولا شيء كتبت هنا آ أنا وفق أنا واش 40 أسآن زايد واحد بترديد 13 ها نكتبها لكم هنا ها 40 أسآن زايد واحد 40 أسآن هاهو الباقي التاح جيبه لي يحطه لي هنا صبح لي واحد زايد واحد شعر يوافق ثنين بترديد 13 هذا مكان حاجة بسيطة جدا هاني كملت اسمه الباقي شعر الباقي هو ثنين ثم بعدها قال لي ثم عين باقي تعيين باقي آ آ آ بس ربعة علاما على 13 لما نقصد الباقي دايما بقي قسمة إقليدية ما بتكونوا على علمة صاح نحن نحن ما نخاف ما هو نقول لدينا آ آن شعر يوافق يوافق لنا ثنين بترديد 13 ها ها هيو آ آن يوافق ثنين بترديد 13 ورا يحوس قوة شعر قوة ربعة ندير هنا قوة ربعة وندير هنا قوة ربعة واشي صباح هنا ولادي ركز هو صباح هنا آ آن أس أربعة ومن هنا نحكم الآلة الحاسيبة الحاسيبة ما نحاوش نفهم كامل نكتب إثناني في إثناني في إثناني في إثناني شعر عطت لي 16 صباح لي 16 بترديد 13 آرج آرج ما تعجلش ما تقوليش الباقي هو 16 هكذا نزعف عليك ألا أنه تفهم نبلي الباقي عدد صغير على 13 نحاوش نحكم الآلة الحاسيبة كمقبيلة ونقسم 16 تقسيم 13 شوفوا وش تلقيت ركزوا معي نحكم هذا ذرك 16 ونقسم ها على 13 على القيت تلقيت 1.23 يعني نكتب 16 ناقص 13 في 1 يسير كما قلت لكم قبل نكتب 16 ناقص ندي العدد اللي قبل الفاصيل هو 1 يعني 1.23 ندي 1 ندي نكتب 16 ناقص 13 في 1 تساوي نواش تساوي ناقص حال تساوي ناقص إذن مباشرة نصبح ومنه الباقي هو شعال هو ثلاثة إذن لما نلقا العدد كبير على 13 نحكم نفس الخطة بالألة الحاسبة ونعاود نحسب شعال صبنا الباقي صبنا ها ثلاثة 16 ناقص نفتح قوس 13 في عدد اللي قبل الفاصلة أعطاننا ثلاثة نحي 16 ولادي ونجيب هذه الثلاثة نحطها لهنا هذا هو الباقي خلي الكلام ما قل بعد ما أنهينا من هذا السؤال يعني هذه المراجعة رائعة باش تعلمكم باش تدون نقطة الكاملة إن شاء الله يجينا واللي راح عنده مشكلة مثلا مع باقية المحر راح اكتم مراجعة الشاملة في المتتالية الحسابية يسيب في المتتالية هندسية يسيب في الدالة كثير الحدود يكتب مراجعة شاملة في الدالة كثير الحدود أستاذ نوردين يخرجوا لك أبروفيتو واجمع لي أنا نحط لكم أنا كلش عليها عمسنا أدبين ماشي نحط بزاف لأن كلش راني نحطه في اليوتيوب أبروفيتو ركين كلش أي حاجة تخصك اكتبها أجد الأعداد الطبيعية أن بحيث واش آ أن زايد أن زايد 11 يوفق أنها صفر بترديد 13 هم السؤال الكثير لاحظت يقول لك أستركي لحاجة لهم خافوا ما نعرف هو السؤال بسيط جدا شوفوا معي خالي الكلام ما قل ودل شوفوا معي ركزوا معي غبلة هي آ آ شوفوا آ آ شعلت وفق معه 13 2 نقلع ونكتب 2 زايد آ زايد 11 شو عملت هي ها شوفوا نعاود ها هي آ آ شعل وفق وفق هنين نحي آ آ ونحط الباقي التاح لأن هذه ليش مساوة هذه بواقي صاحة 2 زايد آ زايد 11 أي وافقنا ماذا يوافقنا صفر بترديل 13 هذه اللولة قوموا معي راكم ها نحي نحي ونحي هذا ونحي هذا ونحي نجمع هذا مع هذا صاحة الآن زايد 13 يوافق نحي صفر بترديل 13 ونحي على أستاذ الثنين والحد عشر 13 واش ندير أولا دي نعاود نرجع هذا منه شا تصبح لي صبح لي آن ويوافق نا ولا نقول نوضيف ناقص 13 إلى كل طرف ناقص 13 بترديل 13 بقوا معي مليح وركزوا معي مليح بقى نحب صاحة نروح نحكم الآن للحاسيبة التاعي أن هذا العدد راه لازم يكون صغير تماما على 13 هذا راه وصل حتى 13 نحكم ننسقع الناقص ونكتب ونكتب هكذا 13 تقسيم 13 تساوي يا الشاطرين نحب تركزوا معي هل كي قسمنا لقينا الفاصيلة ما لقينا الفاصيلة مادم ما لقينا الفاصيلة ما تقول لش الباقي واحد سكون زعف عليك قولي الباقي صيفر أن ما لقينا واصيلة يعني تصبح أن الآن يوفق أن صيفر بترديل 13 أستاذ ما فهمتش نقسم هذا على ذنق خلينا من ناقص كي قسمنا ذن على ذن شحال صبنا صبنا نتيجة واحد والفاصيلة مكش يعني الأعداد والفاصيلة مكش مادم مكش أعداد والفاصيلة عرب للباقي التاعة خصيفة نعطيكم مثال أخر نجيبوا مثلا 39 نقسموها على من على 13 مثال 39 جربوها أنا جربوها معي 39 تقسيم 13 هاجربها هاجربها هاي بنتيين حاوسيني الفم رياضية تجربوها القسمي تشوف تساوي شعر لقيته أنا لقيت ثلاثة وانتم ما شعر لقيته ثلاثة هل كين فيرقيلة مكش السماء الباقي مباشرة هو صفر حتى ولو كان ناقص هنا الباقي دائما صفر مكش فاصيلة صفر السماء كين القسمه 13 لأن 13 موش باقي كبير عدد رحا كبير رحواصل حتى احنا قلنا الاعداد لي يجو اصغر تماما من 13 ما اللي يبقى واقي 0 1 زوج 3 4 حتى الحدى 12 تسمى لما قسمنا واش قسمنا ذا على ذا اعطانا صفر تسمى هاي دي ما معناها دروكا هو قل لي عين اعداد طبيعية شو ننصي بلاد وركزوا معايا معناها هذي كي لحق ليه هناش طلحت التلاميذ بزاف تخلط طلهم راه يقول معناه كي نقسمه انا في المسواد داني ندير علاما على 13 الباقي شعال الباقي هو صفر كي نقسمه انا علاما على 13 الباقي شعار هنا صفر لو سبنا 4 الباقي نكتب هنا 4 لو سبنا 12 نكتب هنا الباقي 12 هناش عال سبنا الباقي صفر النتيجة شعل تكون ادروا احنا احنا ما نشعل فيه وشعال لانا عارفين غير الباقي النتيجة احتهيمة شعال تكون نكتب هك ك باللي كي نقسمه أنا على 13 الباقي سفر نتيجة هي ك هذا كهو عدد طبيعي ومنه شوفوا معايا أن ماذا يساوي شوفوا معايا أن يساوي هذا في هذا 13 ك معك عدد طبيعي صحنا أستاذ لقنا قلنا قلنا أن يوفقنا 2 بالتردد 13 كيف ترجع لك أن تقسيم 13 الباقي 2 والنتيجة ك كيف نترجمها نترجمها ونقوله أن يساوي 13 في ك زائد النتيجة زائد الباقي هنا لو كان نزيد زائد الباقي هو صفر في الحالة تعناه هذه كان صفر حتى لو كان زائد صفر ما هيأثر يقوله 13 ك زائد صفر عاد هنا يبي مألوكا نقوله الباقي التعناه هو ثنين أن يساوينا 13 ك زائد ثنين معك عدد طبيعي يعني يتمي الآن ولكن كتبه ك باللغة العربية كعدد طبيعي هذا هو الجواب إحنا الباقي التعناه كان صفر سمى آن يساوينا 13 ك زائد صفر صفر لا داعي باش نتذكره وإلا حبيتك كتبه زائد صفر كتبه زائد صفر عادي إجابة صحيحة أما إلا جاءنا قرنا ثنين نكتب آن يساوينا 13 ك زائد ثنين هذا مكنا نجمعه ها نشوفه في خلال تقريب 35 دقيقة درنا مراجعة شاملة للمحور هذا إن شاء الله بسطحش تاهي إلا فهمتوا أعودوا وحدكم تمرين هذا وروحوا ديروا شوفوا لا بغير يزيد يتعلموا شوفوا قال أفكار يكتب مراجعة شاملة في الموافقة والأسئلة الأكثر شويعا الأستاذ نوردي الأسئلة الأكثر شويعا يعني كي ينخذ الأسئلة كل عام يجو في الباك مراجعة شاملة في المتتالية الحسابية والأسئلة الأكثر شويعا مراجعة شاملة في المتتالية الهندسية والأسئلة الأكثر شيوعا مراجعة شاملة في الموافقات والأسئلة الأكثر شيوعا قاعدني حطهم في اليوتيوب تسيبوهم أولادي ابنتي إخوة إن شاء الله لكم تعلمتوا في الآخر لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحمة والرحمة والرحمة والطاهرة مع تحيات الأسطنة والدين والسلام عليكم